اهلا بحضراتكم مرة تانية القوات المسلحة خلال موصلتها لأعمال مكافحة الإرهاب وتتبع ومحاصرة العناصر الإرهابية بشمال سيناء نجحت في اكتشاف بقرة إرهابية وتم محاصرتها ومدهمتها وأصفرت عملية المدهمة نجاحة عن مقتل عشر أفراد من هذه العناصر شديدة الخطورة والقبض على عنصر إرهابي قبل هروبه خلنا نعرف تفاصيل أكتر عن الدول الكبير اللي بتقوم بيه قواتنا المسلحة في مكافحة الإرهاب في سيناء من اللواء أركان حرب الدكتور محمد الشهاوي مستشار كولية القادة والأركان سبع الخير عليك السادة الأول أهلا بك يا فانديم والسادة المشاهدين يا أهلا بحضرتك عملية مدهمة ناجحة عايزين نعرف من نسياتك كمية المضبوطات الموجودة في هذه العملية إلى ما تشير هو طبعا عايزة أقول ده هي قوات انفاذ القانون هذا هو دورها دورها اللي هو يعني بتقوم بتدمير والقضاء على العناصر الإرهابية في كل سيناء وليس في شمال سيناء فقط كانت عملية ناجحة أمس قامت بها القوات المسلحة استطاعت أن هي من خلال معلومات لأن الآن الحرب هي حرب معلومات من يملك المعلومات بيملك القوة وعلشان كده بنقول المعلومات دي مهمة جدا معلومات دي ممكن تيجي عن طريق يعني الأجهزة الحديثة من أجهزة الرصد والملاحظة والاستطلاع من خلال الطائرات المسيرة بدون طيار من خلال المتعاونين مع القوات المسلحة من أهالي سيناء الشرافاء من خلال المصادر السرية اللي هم مزرعين داخل هذه الجماعات الإرهابية من خلال خريطة مهمة جدا تثمى خريطة الأهداف الأهداف الإرهابيين فين؟ وأسمهم إيه؟ وعدادهم وعناصرهم وقوتهم وعلشان كده إحنا شفنا خلال السنوات السابقة عمليات ناجحة جدا للقضاء على تلك الجماعات الإرهابية لو سمحت لي يا أستاذ محمد إن أنا أقول يعني إحصائية صغيرة أو إن كان فيه نشاط إرهابي كبير في خلال فترة من الفترات من 2014 و2015 و2016 شوف بقى حضرتك كان هناك 1339 عملية إرهابية ضد القوات المسلحة ضد الشرطة إيه ده في ثلاث سنوات؟ تناقصت بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية الباسلة لغاية إن إحنا في خلال العامين الأخيرين 2021 و2022 ما فيهش غير عملية أو اتنين اللي إحنا شفناها وضد أهداف بنقول عليها أهداف هشة أهداف تنموية في اللي هو رافع المياه اللي كان في غرب سينا وبالتالي بنقول قواتنا المسلحة لها استراتيجية شاملة في القضاء على تلك البؤر الإرهابية تتمثل في إيه؟ لها محاول المحور الأول عمليات عسكرية وأمنية وذي بتقوم به وكان آخر العمليات عملية تسمى العملية الشاملة سينا 2018 اللي استطاعت أن تقضي على كتلة صلبة للإرهابيين وتدمر بنياتهم الأساسية إيه البنية الأساسية؟ أسلحة حديثة ما بتمتلكهاش إلا دول لا تمتلكها إلا دول مركبات دفع رباعي لأنها لا تعمل إلا ما فيش أي عربية أو سيارة تستطيع أن هي تمشي في تلك المناطق وعلشان كده في إحنا عندنا كان الحدود كلها فيها مشاكل يعني في الاتجاه للستراتيجي الشمالي الشارعي اللي هو الاتجاه السينا كان هناك أنفاق في يعني الشريط الحدودي 14 كيلو بس ما بين مصر وقطع غزة شوف بقى حضرتك كم فيها كم نفق الـ 14 كيلو دولا 4-3 نفق موجودين طب الأنفاق دي بتجيب إيه؟ جيب سلاح جيب ذخيرة جيب مخدرات جيب إرهابيين بفضل الله تم تدمير كل هذه الأنفاق طب الاتجاه الغربي اتجاه مع ليبيا وليبيا كان فيه عايز أقول فترة من الفترات كانت توجد في ليبيا 1700 ميليشيا مسلحة وجماعة إرهابية 1700 أيوة السلاح كان في ليبيا 30 مليون قطعة سلاح مع الناس كان بالجنة طب قواتنا المسلحة قوات حرس الحدود والقوات الجوية استطعت فيه خلال سنتين بس تضمر 2000 عربة دفع رباعي محملة بالسلاح والفخيرة والمتفجرات والسلاح جديد المخدرات يعني على سبيل المسال في 2017 حرس الحدود فقط ضبطت 87 مليون قرص مخدر يعني هم شايفين العمليات الإرهابية مش قادرين يقضوا على إرادة الشباب فبدأوا بالمخدرات لأن فيه حرب جديدة دلوقتي إيه الحرب دي اسمها حرب جسم الإنسان أنت مش قادر على إرادتك يقوم يصدر يعني تمدنا عليه فيه تطهير سيناء من الإرهاب نعتمد عليه في المشروعات التنموية اللي الدولة ونحن بنتكلم عن استراتيجيتها كان فيها زي ما ذكرنا سابقا عمليات عسكرية وأمنية تكفيف منابع التمويل ما فيش تمول بيجلهم بدأوا يعملوا إيه يتاجروا في المواد المخدرة يزرعوا المواد المخدرة وبعدين تكفيف الفكر من خلال الأزهر والكنيفة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي الإعلام في مثل هذا البرنامج برنامج صباح الخير يا مصر اللي هو أساسا بيشكل وعي ووجدان الشعب المصري بالوى الأمة العربية أيضا في محوى الرئيس بقى في موضوع محاربة الإرهاب التنمية مصر بتنتهي والرئيس عبد الفتاح السيسي كان له السبق في ذلك مشروعات تنموية بننتهج نظرية جديدة في عالم اقتصاد اسمه روزينتشاين رودان الرجل ده له نظرية اسمها نظرية الدفع القوية في نشر الإستثمارات مش في مكان واحد ما فيش فئة واحدة هي اللي بتستفيد من الإستثمارات لا ده نحن لقينا في سينة 312 مشروع بتتكلف 195 مليار جنيه لقينا في الريف المصري بدرة حياة كريمة 4500 قرية 30 ألف تابع يسكنها 58 مليون مواطن مصري ادنالهم 700 مليار جنيه على 3 سنوات في الصعيب في قناة السويس ومحور القناة علشان كده التنمية مهمة جدا وبرضو احنا بنشوف الرئيس في كل التوقيتات وخاصة في حتى في أيام العطلات أيام الجمعة او الأجازات دائما يشرف على تلك المشروعات لأن الإشراف والمتابعة مهمة جدا والتأكد احنا القوات المسلحة ليس لها الشركات تقوم بتنفيذ سلك المشروعات القومية مال ايه؟ بتشرف على شركات وطنية كام شركة؟ 4000 شركة وطنية بها 2 مليون فني وعامل ومهندس عظيم هي بس بتشرف من خلال الهيئة الهندسية لقوات المسلحة يبادي محاور لاستراتيجية القوات المسلحة للقضاء يا سيدة اللواء يعني لو هلخص هذه المحاور زي محاضرتك يعني سراتها دينا والاستاذة المشاهدين هي التحمي وي التبني ولكن في نقطة مهمة جدا يعني فيه وهي نقطة تأهيل أبطال قوات المسلحة إن كان بدنيا ونفسيا دي نقطة مهمة جدا للتعامل مع مثل هذه البؤر الإرهابية وهذه العناصر الإرهابية ومواقف بتكون صعبة جدا شوف يا فنم ده سؤالك مهم جدا أول حاجة الجند المصري بيعمل في كل الظروف وفي كل التوقيتات إحنا شايفين الجو الأيام ده حر جدا وفي توقيت بيبقى بارد جدا وفي عواصف ومع ذلك هو بيصهر على حماية حدودنا في كل الاتجاهات لستراتيجية الأربعة لأن أول مرة كان أيام في الفترات السابقة كان أي عدائيات بتأتي من الشرق لا ده إحنا عندنا في الغرب وشايفين مشاكل كتير جدا والحمد لله الأمور استقرت إلى حد ما شايفين في الشمال بحر المتوسط والمصالح الاقتصادية ويعني طفرة الغاز اللي موجودة في الشرق المتوسط لازم نحمي مصالحنا شايفين الجنوب وشايفين ماذا يحدث فيه والجنوب والسودان هي عمق استراتيجي لمصر ففيه تحديات عندنا نعلم أن مصر بتواجد 12 تحدي داخلي وتسع تحديات خارجية منها تحدي الإرهاب والحمد لله بننتصر عليه ثم تحدي الوضع الاقتصادي وإزاي أن المشروعات القومية الكبيرة دي هي بتساعد فيه خلق فرص عمل للشباب بتحقق اكتفاء ذاتي وخاصة في ظل يعني العولمة وفي ظل شوفنا كوفيد 19 وشوفنا الحرب الروسية الأوكرانية وإزاي أن كان يعني الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 كان له الصبت في أن الدولة تقف صامدة بفضل شعبها اللي موجود وعلشان في هذا الإطار بنلاقي أن الجندي في كل التوقيت هو بيحمي البلد بدمه وزي ما قلت من شوية أن مستقبل الأمم لا يتحقق إلا بالتضحيات نحن نضح المواطن والقوات المسلحة ودماء الشهداء دماء الشهداء اللي البطل المصري له عقيدة هو النصر أو الشهادة بالتالي نرى أن قواتنا المسلحة بتؤهل وبتهتم بالفرض المقاتل وتضع على رأس منظومة الكفاءة القتالية السلاح بدون فرض عنده عقيدة وعنده علم وعنده وعن بالتالي مش هيقدر يقوم به وأيضا المصر بتعزز قدراتها القتالية بتنوع مصادر تسلحها احنا شفنا معلولات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية هناك طائرات هذه الطائرات بتستطيع في رفع قدرة القوات الجوية اللي هي في المرتبة الثامنة على مستوى العالم باللاقي أن القوات المسلحة ليه بتعزز قدراتها العسكرية هي لا تعتدي ولكن تحافظ على أمنها القومي لأن هناك مقولة لعالم العلاقات الدولية هانز مورغانثو وهانز مورغانثو ده كان له نظرية في العلاقات الدولية هذه النظرية هي الواقعية السياسية وكان له كتاب اسمه السياسة بين الأمم بيكلم عن إيه بيكلم على أن القوة تصنع الحق وأن القوة مصدر للأمان والضعف مصدر للعدوان نحن بنعزز هذه القدرة لحماية الأمن القوم المصري والأمن القوم العربي لأن نعلم أن القوات المسلحة في آخر تأرير لبلوبر فارب فور يقول أن قواتنا المسلحة في المركز كان الثاني عشر على مستوى العالم وقواتنا البحرية في المركز السادس على مستوى العالم أما المفاجأة فأن القوات الخاصة المصرية قوات الصعق المصرية هي في المركز الأول على مستوى العالم ده الجيش وبالتالي ده لما تكون قوي يبتعد الآخرون عنك وتحافظ على ممتلكاتك وعلى مكتسباتك وعلى مقدراتك علشان كده من هذا المنبر بنقول قواتنا المسلحة بتعمل من خلال شعار يد تبني من خلال مشروعات في كل أرجاء الوطن ومن خلال نشر الاستثمارات وليس في منطقة واحدة والدفع القوية بتنتهج هذه النظرية لرونزنشتاين رودان بالإضافة أيضا يدهم تحمل السلاح واللي احنا شفنا أمس عملية نوعية قامت بها قوات انفاذ القانون استطعت أن تططل عشر هؤلاء الإرهابيين في بقرة يعني هم هم مش بعملية ده هم لسه كده خلايا موجودة احنا بقى زي ما نقول ضربة استباقية مصبوط يا ساتلوة بلا شك يؤكد أنه فيه يقز كبير جدا لرجاء قوات المسلحة نشكر حضاء شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا ساتلوة أركان حرب دكتور محمد شهو مستشار كليت القادة والأركان شرفتنا يا فندي شكرا يا فندي شكرا لحضرتك شكرا لحضوره اشتركوا في القناة